في إطار الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع كافة أبناء البحرين استقبل سموه وحفظه الله في مجلسه الإسبوعي بقاصر رفاع مساء اليوم أفراد العائلة الملكة الكريمة والوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع وقد رحب سموه وحفظه الله بكافة رواد مجلسه الأسبوعي الذي يجسد صورا من التواصل الذي يحرص عليه المجتمع تكريسا لسنة الآباء والأجداد ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وترجمة للروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة وقد أثنى الحضور على حرص سموه بالالتقاء بالمواطنين وبالتواصل معهم وما يشكله المجلس من صرح جامع لكافة أبناء المجتمع في صورة تعكس هوية البحرينيين التي جبلت على المحبة والخير منوهين بجهود القيادة الحكيمة في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم وتأمين الحياة الكريمة للمواطن موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة